تعالوا بقى نروح وتواكبا مع مؤتمر المناخ كاب 27 اظن انا من الناس اللي واضح جدا وسعيد بمسألة انه يبقى فيه عندنا عربيات كهرباء ويبقى فيه عندنا الوحتة قشمسية ويبقى فيه عندنا ميا معالجة ويبقى فيه عندنا تدوير للمواد وما الى زيك ببقى سعيد سعادة غير طبيعية بالمناسبة بالحاجة اللي زي كده فكمان يبقى فيه عندنا عربيات تشتغل خد بالك بقى بألواح شمسية او بالطاقة الشمسية ده هيبقى بالنسبة لي رائع جدا خلونا ناخد معنا على التليفون سيس بهاء عبدالجابر مدير عام اثار البر الغربي بالاقصر اهلا بيك يا سيس بهاء اهلا بيك ومشاهديك الكرام يا فندم ازاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله يا فندم الحمد لله دلوقتي احنا لقينا انه العربيات اللي هتشتغل في المناطق الاثرية هتشتغل بالطاقة الشمسية مضبوط ايه رأيك في الموضوع ده؟ هو ده السياسة المتبعة للبحث عن بيئة نظيفة بيئة خالية من اي عوادم وخاصة في المناطق الاثرية المناطق الاثرية طبعا دي حضارة مصر اللي احنا لازم نحافظ عليها فكانت موضوع تشغيل عربيات الطفطف او عربيات نقل السائعين في منطقتين ودي الملوك والدير البحري بتشغيل سيارات طاقة شمسية بألواح طبعا تسهيلا على الزائرين حاجة مشرفة حاجة بتنقل مصر نقلة نقلة تاني بنقدر طبعا نصارع والنافس الدول اللي هي اللي هي باع كبير في مسألة الطاقة الشمسية احنا طبعا مصر ربنا انعم علينا بشمس خصوصا في مدينة الاغصر وخصوصا في صعيد مصر طبعا لازم نستفيد منها كان الاستفادة من الوزارة من وزارة السياحة والعصار ومجلسة العصار ان احنا ندخل هذه النوعية الجديدة من السيارات لنقل السائعين أستاذ يوسف لو شوف الانبهار بتاع السائعين لما شافوا السيارات دي كان مردودهم على الوجوه مردود رائع كنت لسه اسألك على ده أستاذ بها هي فكرة رد الفعل او ردود الافعال بتاعت السائعين والزائرين الاجانب لما بيشوفوا الكلام ده مش ده بيفرق معانا برضو طبعا طبعا بيفرق معانا بيدخلنا في مرحلة تانية خلق انه مش مجرد ان احنا مش مجرد بلد نامية لا احنا مجرد ان احنا بلد حاليا بتتقدم بتمشي بسرعة عشان تواكب العصر ومن ضمن اهم السوق المواكبة العصر الطاقة النظيفة البيئة النظيفة اللي احنا في فترة من الفترات كانت السيارات دي تشتغل بعوادم طبعا بديزل فكان بتأثر اتأثرت المنطقة الاثرية فكان السياسة لابد ان احنا نبحث على سياسة جديدة على اني طاقة جديدة نصيفة نظهر بها قدام العالم بان احنا اصحاب الحضارة دي احنا اصحاب الحضارة اللي عمرها الاف سنين وبنحافظ عليها فكان مردودها كان مردود رائع كان مردود جميل ان احنا نشوف ده بوضوح في وجوه السائحين والضيوف اللي حضروا للمنطقتين الدير البحري ووادي ملوك عظيم جدا انا بشكرك جدا استاذ بهاق عبدالجابر مدير عام اثار البر الغربي بالاقصر شوف عشان بس تبقى فاهم الانطباع اللي بياخدوا السائح بيرجع بلده ينقلوا وسط على الاقل عشر بني قدمين بيتكلم معهم يعني حط نفسك مكان وحضر لك لما بتيجي تسافر اي بلد اذا كنت من سعداء الحظ اللي بيقدروا ان هم يسافروا من وقت اللي التاني يطلع شغل ولا يطلع فصحة مش دي المسألة يعني خلي بالك هو السفر في حد ذاته مفيد انك تشوف وتعرف وتتعلم حاجات جديدة وهاكذا مش انت بترجع اكيد معجب بشيء ما او مبهور بشيء ما وبتقعد تحكي لكل صحابك وقرهيبك وزميلك وده انا شفت في البلد الفلاني كذا تخيل ويا سلام لما يعملوا ده عندنا وحاجات زي كده خد بالك انه نفس الموضوع هو هو ما احنا فنايا خلص نفس بشرية واحدة يعني فالرجل الخواجة ده لما بييجي هو يطلع بقى من اليابان يطلع من الصين من اوروبا امريكا زي ما يطلع لما بييجي عندنا ويشوف المناطق الاسرية العربيات الكهرباء اللي بتشتغل بألواحة الطاقة الشمسية بيرجع بانطباع لبلده مختلف تماما زي ما قال يعني حالا دلوقتي ضفنا العزيز الأساس بها عبدالجابر بيبقى احساسه بانه لا ده مش بلد متأخر ده بلد متقدم ده المناطق السياحية بتاعتهم بيديروا فيها منظومة النقل بالطريقة الفلانية ده الواحة طاقة الشمسية لا ده مصر واضح انها تغيرت جدا فيبدأ الناس تتشجع على انه اه لا ده انا عايز اروح اشوف بقى ايه البلد دي انا كده هبقى رايح انك مستريع خلي بالك انه السياح بتقع اوروبا بالذات وبتقع اليابان آآ عينهم ما بتسبش تفصيلة اليابانيين على سبيل مثال يعني لما يجي يشوف انه في تطور في الخدمة السياحية وفي تكنولوجيا الخدمة للدرجات دي بتفرق معا كتير جدا ويشجع الناس انها تروح ده واحد اتنين وارد جدا انه يطلع الراجل اللي جاي هنا ده زيارة وفوصحة وبتاعه مش عارف ايه يطلع مستثمر يطلع مدير في شركة كبيرة الاخره ده هنا بقى عمليا بينقل تصورات تانية تصورات متعلقة بالبيزنس ين وجني وجني وين مش مجرد سائحين يتوافدوا المسألة بتبقى هنا اكبر يعني يطلع بقى هو سي او يطلع مدير تطوير اعمال في شركة كبيرة الاخره يطلع صاحب شركة ده بيرجع بانطبعات تانية خالص بتبقى مش بقى البلد جميلة ولازم تروحوا تتفسحوا لا ده بيبدأ يفكر بيزنس على طول بيحول ده لفلوس الاوروبيين نفس القصة الاوروبيين بيفرق معاهم قوي طريقة الخدمة ونوعها وايه ده ده احنا كنا متصورين انه مصر زي الافلام الامريكاني الناس بتتجول بالجمال في الطرقات وعايشين جوه الخيمة والناس وقفة لابسة تعقول لك يلا يلا دي بقى ده الافلام التعبانة يعني مهما كان مستوى انتاجها للشركة اللي بتنتجها دي افلام تعبانة وبيبقالها هيدن ماسدج كده وتستغرب جدا لما تلاقي ممثلين مصريين بيشتغلوا فيها يروج لنفس الصورة يعني ويروج لنفس الرسالة سبحان الله ماشي مش موضوعنا لكن هرجعك على الانطباع الانطباع اكبر بكتير من احنا بيستخدم وسيلة نقل صديقة للبيئة نفس القصة كده لما الناس تروح شرم الشيخ وتركب التاكسي الزكي وما الى ذلك